مساء النور والسرور السلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نعيدكم أبوك أنا اليوم مروحة من دارنا إلى داري في سليمين وأكيد بيش نبدأ معكم روتينة انضافة والكل وعلى كل حال إن شاء الله تكونوا في أسعد الأوقات يا رب العالمين وصبحنا وصبحنا ملك الله طبعا بدين الصباح بكري تعرف واحد يكون نبعيد على بيته وقت اللي يرجع يلقاها يعني هيتزمها تحويت تخميلة خوصة كبيرة حاسية المهم خاصة أنا بعد ما سافرت صومية وكان معناها كلبها معنا مش في الدار لكن يمس ونقعدو البرا يمس إن الجريعي ولا حام ولا حاجة حنا حاتينها فهمت فأوكي فلازم نعود نرسم ناولو جديد الحاجات اللي نعرف روحي احنا قاعدين هو مسها فهمت المهم كتنحيل الشك وبيش يبدأ واحدا نضيف في دار واقعه خطحنا يعني كبار وفي السن وما نحبوش حاجة نقص من صليتنا ولا من ولا من أي حاجة تربط بربي سبحانه وتعالى هو قارنور دينو متأكد وديما يقول فيه ويعاود أنه مهوش منزوس الكلب مهوش منزوس لكن ممنوع يدخل الدار هذي ما تفقين فيه وما دخلش دارنا هو عملت له سومية بيت واحده أعطيناها بيت واحده وذيك خاصة به لكن كده بده في استدار ولا نخرجه ويمسنا طبيعة الحال ونمشي والثانية معنا مثلا مش حتى مهرب على كل حال هاو بدينا نتنظيف سومية قزة ربي وشكرا شكرا على كلامكم البيه وعلى الدعاء متاعكم السومية ونعرف والله نعرف قداش انتم تحبوها على الأخر على الأخر وحاسبينها كين وخيتكم الصغيرة وبنايتكم وكل شي وصديقتكم وكل شي بالليل قداش نحس بإحساسكم على بنايتي والله كيم تحسوا بولادكم تحسوا ببنايتي حاسي بولادنا كل إن شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم المهم أنا نحية الغلافات متاع الجريري والغلافات متاعها مخادت بتبهت الحال وباش نحية زاد اللي تابع اللي يفق الفرش لكل حاسي اللي نغلب به الجريري واللي نغط على الطعوبية واللي نزاين به كل شي كل شي ما نيش متبقي حات شي وقت التوم مش بش نغسل لكن لو كان نغسلها بتبعت الحال أكيد بش نشرها في الفيديو هذا ما كانش الفيديو اللي إن شاء الله بإذن الله هم الحافات وغلافات وقوص وقوص وحاجة كم هاك الحاسي له هذو ما غسيتهم أنا بتبعت الحال الغسلة لونانية حتيتها قدستها خطر حاليش حاشتي بالثبت باش نحط به لحويج لمسخ وبعدين الحافات ذوكم باش نحطهم في الغسلة الغسل ونبدأ ديما حاشتي به البلوذيك يعني تفرغ من شاء الله معناها تعبى في زعب اللحويج المسخة ورح أكل أكل الغطاء هذيك الفرش هذيك اللي شفتو تويتو ذكرني مش نغسط مش بيدي والله ما نعرف يمكن نغسط لون بروحي يمكن نعايت للمرأة مرأة أخرى تغسل المهم عندي ثلاثة بركب عنديش برشة غسلين لازم نعايت نعايت لها تغسل لينو معايت تلها معناها طبعا نوريكم في فيديو جان شاء الله بإذن الله وغسلت لي الحمد للي حاصلة وغسلت لي الزراب وكل المهم هنا حبيت بعد ما خملت الدنيا قبل من تعدي المعون هكتشوف فيهم كدس غديكة قلت خليني طيب ما قررنا شيت شوية جيج البرح في يدي أقبل ما يجينا يهزني من دارنا خطر ثلاثي ما قعد في دارنا عليش خطر هو يخدم وليه في السين ما نجم شيجيني فهمت وين يقرب الوقت بشي جين يقرح وتعب يقول لي خلي غضو خلي غضو طبعا أنا ما عنديش مشكلة نقعد في دارنا تماش حتى مشكل ذا كان برضاه عادي يعني ولو نحك الحمل علوش وكل شي حسير هنا بش نتكلم عن علوش إنه فواحد مقرونة عادية تماطم وفلفل وفلفل زينة وفلفل لكحلو ملح وهريسة عربي وزيت وطريفة الجيج وطبعا بش نعمل شوي صوم نهر نرح شوي بش نتكلم على علوش العيد لبنات وأي حد سمعني يبركولي قاعدين تبركولي على العيد راني أنا هذيك مبروك على مولي راني كي قلت العلوش العيد ما هوش علوش يقلت راهو متاع ببكر ببكر البنية متاعنا وحنا الحاجة اللي عملناها خطر هو كلمنا بش ناخذوه من عند الفلاح هو وقت الشراكي كان يبنينا استغلها فرصة خذيه غادي يقلقى علوش بهي خذيه وقعد عند الفلاح وهو كلمنا بش نجيبوه له فقال نردي مدام نبش نوصل نوصل للعلوش قال نوصل نوصل ني أنا زيد للمحمد هو ماشي ماشي وصل للعلوش متاعو تفهمتو اما هو انتو ما قاعدين تبركولي برشة منكم فهموا فما برشة ما فهموش ما منكم نسمعوش ولا كيفاش يعني مش عارفة كيفاش نفسرها ولا ما تنجيز يقع تنجيز مثال شرا وما ينجز الفيديو وما يسمعش يتقلق ينجز الفيديو من غير ما يسمع شنو قلت هنا فهمتو ولا وانو وانو ذاك مش به للفيديو متاعي فهمتو خطر برشة انا فهمت اللي على الحكاية دي انو ما تسألتوني تقول لي معناها العلوش مبروك على العلوش متاعي معناها انتم ما تفرجتوش فيا او نجزتو ما سمعتوني شنو قول انا العلوش قلت راه العلوش متاع ساسمو هو اما بو بكر وانشاء الله مبروك علي وعلى عائلته احنا مازلنا هنلوج ومازلنا مش رينيش فهمتو اللي بنيتو حتى مشكلة على كل حال هذيك حابت نوضح لكم للعلوش ما هو متاعي انا ما زلت مش شرية مازل ما كتب ليش ربي هطوي نجيب شرية تهنين علي الحمد الله اختي ما شاء الله زاد تسمو شرية وكل بقيت هنا بركة عادي يعني سعيدة بشتروح البلاد هي ورجلها بشتعيد غادي عندهم علي ويرخصوا شوية حكا رايزة راجلي فهمت حسين الهناء نرضي الرقد وانا نعم في الثوم خط مشينا مع بعض نعم نطل للثاني ورجعنا فرقد هو وانا قعدت نطيب نعم نرحف كل الوحد الثوم وشكنا وهذا فاش تعملي قلت له اخي نعمل ما نعملش الثوم يا خي ما نطيب لك شمقرون اما طيب شفتون المهم حسين فوحت هكل شاي باش نطمن عليها وعندي مبعد باش نمشي نغسل المعون وقدرت ربي قدرت كم اللي مت كل معنا نودي الوحد وهو يمشي يخدم في الثانية ويغسل الحاجة اللازم هو كيسان وصحن ولا حاجة فيتيح وبدبات الحال بارشة معون معنا سفرت معناها وصلنا سومية للمطار صباح فترنا وخرجنا ديريكت ولقايلة كنا تعبين بارشة فترنا ومغسلنش المعون فبعد جيت الجاية لغفلة أنا رضي قال لي هاني باش نوصل لعلوش المحمدية هاني وصلت نمشي لدار كم الخطر معناها حسبي اللي أنا متقلقة وكل شي على الخطر سومية قزة مع بعضنا فرد بيت فهمت وننخرج مع بعضنا نجي مع بعضنا نخرج سواء كان مع ابوها ولا مع اي أنا برك الحمد لله ربي وصل السلام هذي كهي الحية معناها يلزم ها تمشي كم قلوها تبدح حياتها ربي وجاه خير كم قطم نطومة وربي وصل السلام هي وصلت الحمد لله ورجعت تخدم ورجعت الروتين بتاحها لباس عليها الكلب متاح لباس عليها زاد بالنسبة تسأل ثم ناس برشا مزال تسأل روزي هني ديما الكرويت عملتها معهم كيف برش كم هك من نجم ش نعمل شوية علي نوالي نفرش هذي كنظيفة ديما نصل لها كل فترة وفترة ونه كبيرة ونثني على أربعة ونه ستة الرجل اللي بعت روزي كذا وكذا قلت 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 مسألت على روزي قلت ما عندي حق بش نسأل سي ونسي ومعاش عندك حاجة اسمها روزي ونسي قلت لحتى تليفون المرأة اللي باع لها أكيد يعرف تليفون درس نمش نطل عليه والله ريم توحشتني أنا خطر الكلب وفي برش الكلب وفي برش 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 ويحن برش أنا نعقل الوقت أن نروح من الباب مش استهزاء مش نعود فيه معنا قلبي وجعني كنعود ها برش خطر أنا نعقل على وعليش دو قلبي وجعني علي أمز زيل خطر أنا كندخل من الباب كمن هزيش نهارتا نشوف كيف نكون في دارنا وتكون هي مع نوردين بارك وكي نرجع تبدأ تعيد توقف وقسم بالله رأسها تحط مبين إيدي حك نحط يدي وتحط رأسها ترقد كين وحط هك خد حول ولا قوة تالب الله وكهو الحمد الله ما حبيت نمشي لها لكن الله يسامح وكهو 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 خطر هي بلك شي قريب الله وعلا ما نعرف هش من بالضبط أما قلت بلك تتسيب خطر هي عندها كانت تسيب كان واحد يسيب هكيد تخرج تخرج وتجري ولو جريت أكيد الكلب يعرف مليهوي نجم ترجع لي نجم ترجع لي نلقاه نهار في الشارع نلقاه نهار معناها جيني للثانية خطر هي في الشيرة ذيك متاع السينية هالي كل حال أمل أني نستنى فيها إن شاء لنشوفها يا ربي والله نتمنى كالا نشوفها كهو نشوفها كهو لا غلب لا لقيتك نهار تقولوا كيفيش ماما هيدي لقيتك نهار جروا بحث دارنا جروا صغير بحث دارنا جيرينا كل ظهر فيهم لوليد الصغير بينين لوبيت شبعان لكن أنا خطر هو التيم ووحده ومزال صغيرون يكون عمره شهرين أما مبرش كيفيش نقول نسيت هالكلمة مبرش هكا محلي هكا تشابي محلي محلي وكل شيء وبيه مش ضعيف معناه يعرف يعطي في الماء والماء كالثامة الناس سيجيرين لاهم به لكن ما يخذوش في الدار لكن لاهم به حبيت وقت كلمة نردين قلت له ما نبعث له تصار قلت له شوف محلي كان نهز هكا ما نشوف أطون نحط لكم تصوير تحسيل قلت له خنشوف نهز له السينية ونعطيه ميكلة هو خطر العربي الكلب العربي رغو تعطيه ميكلة ييكل بالصباح نهز وانا بعده كل يوم احنا غادي في السينية نزدو مقرون ونطيبلو مثلا كما كنت نعم مع روزي جيج وكل شي خلط على بعضه ونهز لها برشا فهمت عنهار كامل نحنا ما نرجعوش ونحط لها زد بيدون كبير ونقص هكينا بالماء بقدرة ربي ما يجر لحد شي والله يشيخ ويتفر هدغ ديك ويترع رع وبحلا يولي ونخليله للظل وخاصة نحنا عنا بيتروز هذيك هذيك بنية باللوح شريها نوردين هذيك الجهة هبل يولين يولي يكبر بقدير يولي يحمينا يعني يعني يجين معنا يبدأ حد ما نعرف يجينا ينجم ينبح عليهم خطر بشي كبر ويبرش أنا فهمت لكن الغال بدي عايت والله ما تسمعيني حتى كلب وحتى قطوس ويا بنتي اختييني يا بنتي بعد علي يا بنتي ما عاش تقوليلي على حتى كلب ف انسيت تزاد الموضوع صيح نحيته من رأسي ولو أنا مش مش ربي كبدأ نحب والغالب نجم مش منحبش أما على الأقل ما عادش يولي هني واللي ما في الثانية وما يتقلقش منه في الثانية بش يعيش وغديكو ويحرص لنا الثانية وفهمت حتى كنا عملوا نهار يخرجيج وعليل غديك يحميهم هو خاطر بشي كبر معهم يكينون صحابهم حسيلوا حسيلوا ذاكهم علينا هاشو قولينا قاعدا نطايف المقرونة وقاعدا نكمل نقص في المعون حليت الحقيقة شبك على خاطر سخون الدنيا وعن مرحمة خاطر نردي لا تنجم حتى في الكوجين كيفية نحل الغاز وكيفية نلفت هاليينة وانا لفتها للشبك نصف المعون فهمت حالية الشبك الحق كورونا دار يدور ودخلت لي برشا نسمة تفرهت الحقيقة ولمقرونة قاعدة تيب ونوردي قاعدة يقض كهو هذا كما عندي ما نقول اليوم كانت فكرت حاجة نقول هيكم حاسين وانا نحب بركة وقول لكم وراني يعطيكم القبول ومحبة الرسول كما تقول نجي بأختي ما تنسونيش من لايك ديما خليكم معنا تواصم يا قزة ربي ونور توجي إن شاء الله منعش نسيت الدات اللي بش جي فيه أما تجي حتى هي وتطعم نعاي فيديو وش نور يكمل بش نمشي حتى المدنين زيدة عندها عرس سيلفها وهو ما يعرفوا لنا عندي يوتيوب طبعا منش بش نصور العباد لكن أخته زهرة أخت منجي اللي هي لوز دونور بنتي قالت خليها تجي وخلي تصور بش نصور العادات والتقاليد الماكلة شنو يعملوا في النهار العرس قبل هم مش يعملوا حنة وعرس يعني شنو يعملوا في الحنة شنو يهزوا ونور كلموها وتفهمت هي وبنت زيتها كريونا لبسة عربي أنا ونجيبة ونور اخترتنا اللون ونجيبة زيدة معناها قتلها روفوما لون وحاسي وقتل على اللون اللي تحب عليه شنو هو وهم عندهم للوين هذه الراز والموف والجون والاخضر كل شي عند فهمت أنا منعش مزلت مخاليك في علم الغيبة أنا اخترت لكن ما لازم نقول لك منعش يواتين ولا ما يواتين يجي المهم باش حكيت اللبس العربي يجبها الشركة ودندج اللي زينوا اللبس العربي منعش ها واللبس العربي مش مليارة وحريب إن شاء الله باش نمشي الحمد السوق نمشي الجربة وأكيد كل مكان نمشي لوراني باش نصور فيديو إن شاء الله أنا وجوجو أختي بقدرة ربي طو هي تصور حاجات هي تحب تصور روحها قلت نصور روح مع العليل شو مع البر خطر هما ريف البر تحب تصور برش حاجات البر قلت تصور أنت البر وكان لقعت فرصة طيبة خبز علش لنحاول نساعدوها بقدرة ربي حتى لو كانت تصور بها فيديو كهو أنا نصور العادات والحاجات هذية ولبستي ونصور نور تكون معنا أنا وياها مع نجيبة زيدة فإن شاء الله في الصيف يعني في قوت إن شاء الله نتظرون يمكن نسقو تكيك فيديو جديد هوك حاجة تكتشفوها جديدة حسيلو نسلام عليكم كل كل شكون كل واحدة في الخارج اللي تتبع فيها واللي عجبتها فيديوهاتنا واللي تأثرت واللي بكيت على خطر سوما هي سافرت ونقعت وحدي رانقلها رب يرد غربتكم على خير واللي عندها بنيتها واللي داتها في الخارج وهي في تونس ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في أي مكان خطت الغربة مرره الغربة مرره معانيتها وحدة الوحيد اللي ما يعرش المعاناة هذه هو اللي ما سافرش اللي ما تغربش سافر لكن ما تغربش فم تسافر تركيب الطيارة لكن ما تغربش على خطر ما ذاقش أن ولده يبعد عليه ولا أخويته يبعد عليه يمشي يبدأ فرحان على الجمعة ولا اثنين ولا حتى شهر هي يعني يتفرهد ويروح بينما احنا كل ينقعد وبرشة ولادنا يقعد وبرشة بعاد علينا نحس بالمرارة نحس بالمرار والقهرة والله لا يقر حد إن شاء الله لكن هذي كهية نقولوا احنا مكتوب ربي ورب يرد غربتنا على خير وفيها خير بتبعية الحالة خطر هم عايشين الحمد لله يخدموا ويزا ما من رجل حياتهم الطبيعية يخدموا ويكونوا رواحهم وباش يعيش وباش يتزوجوا وباش يشروا الديار باش ي عندهم فلوس باش يسافروا ويجيوني لهنا عندي فرصة إن شاء الله بإذن الله في كتوبر باش نمشي أنا ونوردين المرادية أنا شنوقد أكثر من شهر لكن نوردين باش يوقض شهر بركة بركة خاطر عنده باسبور عنده وريق باش يعمل لما أنا شنوقد شهرين ثلاثة حكيكة حسي إن شاء الله ربي يرد غربتنا على خير إن شاء الله ربي ما انتو ما تروحوا لتونس وتفرهدوا هنا في تونس ومع عائلاتكم وتخرجوا وتحوسوا إن شاء الله كان فهموا فرصة باش نتقابلوا علش لين نتقابلوا زيدا أنتم تحبوني وإن نحبكم ولكلكم في كل مكان في الأرض الأرض العربية كله الإسلامية والأوروبية والكندية والأمريكية لازم باش نتقابلوا مع بعضنا حسي لوين طول هنا كملت نتسمى حطيت الماء متاع المقرونة باش نمشي نجيب الصحفة والشقيلة للمقرونة أنا عندي صغار خاطر ولا عندي كبار برشا وإنا نحتاج عملت خاطر أنا في بيلي باش نعمل فل شوية سألته نردين نموت على السباكيتي وإنا كنت غلطة كنت باش نعملها فل خاطر عملنا آخر مرة فل فهمت فبعد ما جبت الفل أنا سألته قليلا والحمد لله لقيت لقيت سباكيتي أنا موجودة باكو محلول كهو باش نحضر باتباية الحال هنا السوس حضرت غرين فلفل لازم من هذه كأخسار ما جنش ما عندي ش حار برشا على كل على أقل يفوح يفوح ما حتيتش رند خطر ما لقيتش ما عنديش حتى نخرج طول نشي إن شاء الله كان عندي منعرش وين مشيوا نتصور وقت السايق قدس ومي وكانوا معلقين في الشباك تاحوش تسخيله مسخود ومعناها مش أولا خطر تمسخوا أكيد درميتهم في الزبلة بتبيت الحال في البوبيلة خطر تاحو في التراب وهي تسيخ صي يتمسخوا معاتش حسيل هذي في بليان بش نعمل المقرونة هذي واللي التعج عندي شوية سباكيتي رندة نسمطها ونخلطها ونفوحها لكن اليوم كما قلتكم نرضي الريقد ولحقيقة نقول لكم حاجة كان معايا في السليمين في السيني يصور ويتكلم ويظهر وجهه كان نبدأ في الدار أكثر الوقت يبدأ رأوح تعبين ويترمي ويبدأ معناها من نجمش نقرب له جملة يبدأ طيرت له ومتغشش خطر يبدأ تيعب ولا يبدأ ريقد ولا ساعة يبدأ من نحي مريوله وطبعا هذين من نجمش نصوره فهذيك عليش إذا كان نبدأ في الدار طاوكي ما طونا باش نصور معناها باش نخلل باش نصمت المقرونة ونخلطها ونحط على الطاولة ونزين الطاولة بتبقية الحال ومبعد كهو معناها ما حتى الكلم مش بش يتكلم عني أنا طواجب توريت هيك وماذي مقرونة شهي بالسباكيتي بالتجيش ماهيش غريبة هنس كل تعمل فيها لكن متسمي على التوينسا بالطريقة التونسية ما نعاش الجزير بالطريقة متاعني ولا ليبيا ولا المغرب الدول الأخرى نعرفهم لي لكن دول المغرب العربي دولي بطريقتنا احنا ندرش كون تفكرني شهدني شهدتني الشهيقة ولا سوميا ربي ولا ولا دي كل يتفكروني ولا أخوتي يا حاسي لو المهم شهدي يشتريتوا كهبت للمفتاح متاعي متعداري باش كي نخرج ولا نمش في المشي هاو كيبدأ حندي مفتاح خدق بل كنت متقلقة كي جيتشو ماي عملت تعطينا نوردي نزوز نفاتح كنو عندو ولا تعندي النجم نخرج أي وقت هيا نقول لكم شهية طيبة انتظرونا ان شاء الله غدوة فيديو متعتنظيف زرابي وعيدت للمرأة ان شاء الله بإذن الله غسرتي للزراب ان شاء الله انهابتو مزلت مركبتوش ان شاء الله انهابتو في غدوة الحين شاء الله يلا دنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة